وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس الكاتب والمتخصص في الشؤون العربية دكتور حامد كيف تقرأ هذه أزيارة ألهمة للرئيس الجزائرية عبد المجيد تابون إلى مصر أهلا بك يا فندم وأهلا بكل سادة مشاهدة في الوزن المطري العلاقات المطرية الجزائرية هي علاقات نموذجية بانتئاز علاقات يحتزى بها في المحافل الدولية وتعد العلاقات المطرية الجزائرية هي علاقات تاريخية تدرد بقذرها في أعماق الأرض والتاريخ وبالتالي هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم وحساس طبيل انعقاد القمة العربية القديمة والتخطير لها وأيضا للتنصيق والتشاور بين البلدين قصة وأن التعاون بينهم يعد نموذجا يحتزى به على بكافة البلدان العربية والأفريقية وهو ما تعكسه حجم الاتصالات المستمرة بين قيادات البلدين وذلك في دول اتفاعي الخيادة السياسية المطرية بإعادة الرئيس السيسي على تعظيم العمل العربي المشترك والعمل على حل كافة القضايا وبالتالي هذه الزيارة سيكون لها مربوط إيجاد قوي على التنصيق في القضايا العربية والعمل على إيجاد حلول لها في ظل اللغة الدائر حول موعد انعقاد القمة العربية القادمة نعم إنعقاد القمة العربية القادمة وبالطبع على طاولتها الكثير والكثير فيما يخص قضايا الدول العربية ومصير شعوبها برأيك كيف تتطابق هذه المواقف ما بين مصر والجزائر فيما يخص القضايا العربية يعني هناك قضايا عربية مهمة جدا في ظل تهديد خطف للأمن القوم العربي لابد من وضع حد لها ووضع حلول ناجعة وناجحة ولابد من التنصيق والتشاور بين القيادة السياسية المصرية لما لها منصق العربي وإقليمي وأيضا القيادة الجزائرية التي تريد أن تعود إلى دورها الرياضي والمحور في المنطقة العربية ومن أهم هذه القضايا طبعا القضية الليبية خاصة وأن مصر والجزائر لديها حدود مشتركة مع ليبيا وهذه النقطة تحديدا تمثل تهديد خطير لدول جوار ليبيا وأيضا القضية السلسطينية وأيضا التحضير للعمل على إنجاح الدورة الواحد وثلاثين للكمة العربية والمقبلة التي ستحتضنها الجزائر بعد تأجيل لمدة عامين متتاليين بتغبية حقرون نعم القواسم المشتركة فيما يخص قضايا العصر مكافحة الفكر المتطرف مكافحة الإرهاب في أي إطار تضع هذا التعاون المصري الجزائري بشأنها؟ أنا أشكرك على هذا السؤال أن منصر والجزائر لديهم باع كبير في حل القضايا التي تمثل أمن القوم العربي خاصة وأن مصر والجزائر لديهم تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب خاصة وأن الجزائر في الفترة الأخيرة تعرضت لبعض العمليات الإرهابية وخاصة من أن انتشار داعش في منطقة الساحل الأفريقي يهدد الدولة الجزائرية وبالتالي تنفيق الجهود وخاصة وأن الإرهاب عابر للحدود وتبادل المعلومات بين الجانب المصري والجزائر في هذا المجال تحديدا وهو مجال مكافحة الإرهاب من الممكن أن ينعكس بصورة إيجابية قوية على القضاء على هذه الظاهرة البغيدة التي تهدد الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة العربية ولا في الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع وبالتالي الدولة المصرية لديها تجربة ملهمة ونجحت في القضاء على الإرهاب وتريد الجزائر أن تستفيد أيضا من التجربة المصرية في هذه الجزائرية تحديدا نعم ماذا عن قضايا التنمية والمشروعات المشتركة ما بين البلدين الشقيقتين مصر والجزائر يعني هذه الزيارة فيكون لها مربوض إيجابي على تعزيز وتمسين العلاقات الاقتصادية خاصة وأن العلاقات بينهم لديهم روابط تاريخية وأيضا هناك توافق اقتصادي كبير في ظل أنه من الممكن أن تنعكس التقارب السياسي على العلاقات الاقتصادية وأن يكون هناك نوع من أنواع التعاون الاقتصادي المثمر الذي يعود على الشعبين الشقرقين لمصر والجزائر بالخير خاصة وأن مصر نجحت في السبعة أعوام الفائتة بتقديم مقدود إيجابي قوي وناجح في تجربة اقتصادية ليست ملهمة لمنطقة الشرق الأوسط ولكن ملهمة للعالم أدمع وهذه التجربة تريد أن تستلهمها ليست فقط الشقيقة الجزائر ولكن كل الدول العربية شهدنا تطرحات مهمة قبل ذلك من الشقيقة العراق ومن رئيسها من أن التجربة المصرية تجربة ملهمة على المستوى الاقتصادي في ظل نجاح مصر على كافة المستويات والأصعدة وإشهادات كبيرة من كل المؤسسات الدولية ولابد أن يكون هناك تعاون يعود بالنفع في سبيل تعظيم العمل العربي المشترك وإنجاح القمة سياسيا واقتصاديا وأمنيا في ظل أن هناك رفضة سياسية أكيدة من قبل قيادتين البلدين للعمل على الدفع العلاقات في كافة الأصعدة والمستويات نعم أي التحديات المشتركة ما بين مصر والجزائر وفيما يخص قضايا الأمن القومي العربي يعني التدخل في شؤون الدول العربية التهديدات التي قد تأتي من الخارج أو العناصر والمرتزقة التي ربما تعاني منها مصر والجزائر لتواجدها في الأراضي الليبية وعدم نقاها بالشكل الكامل يعني كيف يكون التغلب على هذه التحديات كان هناك مختمر لدول دوار ليبيا انعقد في الجزائر في الأشهر الفائثة بحضور وزير الخارجية على المصر سامح شكري وكان نتفاجه العمل على دفع العملية السياسية في ليبيا والعمل على إيجاد حل سياسي ليبي ليبي والتواصل فيما بينهم على ضرورة إخراج المرتزق والمقاطلين الأجانب من ليبيا لما يمثله ذلك من تهديد خطير لأمن واستقرار دول دوار ليبيا قصة وأن مصر لديها حدود مشتركة مع ليبيا تتعدى الألس ومتين كيلو والجزائر أيضا لديها حدود مشتركة كبيرة وبالتالي هذا هو القاسم المشترك بكيفية العمل على ألا تهديد المرتزق والمقاطلين الأجانب الموجودين في ليبيا من تهديدهم للأمن القوم العربي والعمل على إخراجهم وذلك تكوين موقف قوي عربي موحد يكون ضغطا على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن وعلى القوى الفاعلة للعمل على إيجاد طريقة ووسيلة تكون ناجعة لإخراج كافة المرتزق والمقاطلين الأجانب من ليبيا وأيضا عنصر آخر وهو عنصر الإرهاب الذي يمثل تهديد خطير ليه ليس بقط في ظل إعادة داعش وانتشاره والعمل على أن تكون منطقة الساحل الأفريقي هي منطقة جديدة يعيد التناغم بها ويحاول أن يعيد انتشاره من لما يمثل تهديد خطير للجزائر وبالتالي تبادل المعلومات بين الدولتين الكبيرتين التي يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة وبشكل لا محدود في كافة الأفاق أشكرك جزيلا شكر الدكتور حامد فارس الكاتب المتخصص في الشؤون العربية